السلام عليكم و اهلا وسلام فيكم في قناة ناصر اكس بوكس زوم مثل عادة في نهاية كل اسبوع من لخص الاخبار اللي مرت علينا في عالم الالعاب خلاله شفنا ان اسبوع الماضي اكبر تسريبات صارت في عالم الالعاب على الاطلاق اللي شفنا تسريب لوثائق سرية بتفضح كل خطط مايكروسوفت في اكس بوكس المستقبلية ورغبة فيل سبينسر بالشراء الشركة نيتندو بالاضافة انه شفنا بصيص امل عن وجود جزء ثالث من لعبة تايتن فول وبعلومات بتأكد ان القرار النهائي من السيمي بخصوص عملية استحوال شركة مايكروسوفت على شركة اكتيفجين بلزرد رح يصدر قريبا بس قبل ما نبلش لو سمحته بدي اطلب منكم طلب اذا في حال كنتم المستعملين موقع نون اللي هو يمكن واحد من اكبر مواقع التسوق الالكتروني في سعودية والامارات واذا كنت حابل انك انت تدعمني بشكل او باخر فبدي احكي لكم الانصر في كود خاص بقناتي على موقع نون بتقدر تستعمله هذا الكود بيعطيه خصم فانت بتبطع مستفيد وانا كمان بنفس الوقت هذا الكود رح يعطيه خصم عشرة بالمية على فاتورتك في حال كنت مستعمل جديد لموقع نون وخمسة بالمية اذا كنت مستعمل قديم الكود رح تلاقوه في اسفل الشاشة فاذا في المستقبل حبيت انك انت تشتري موقع نون بكون شاكل للكم اذا ياريت استعملتوا هذا الكود داعي اللي متن ما حكيت هو من باب مساعدتي ودعم القناة واكيد اهم اشي قريبا مبلش لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لو سمحتو خلينا نبلش بالخبر الاول والاضخم وهو على الرغم من العديد من المرات اللي طلع فيها فل سبنسر وناس مسؤولين في شركة اكس بوكس بتأكيدهم على رفضهم لفكرة تواجد نسخ محسنة تنزل في منتصف جيل اجهز الحالي من الكونسولز الا انه في وثائق تلعت على الانترنت بتوضح نية مايكروسوفت لتنزيل نسخة جديدة محسنة عن الاكس بوكس سيلس اكس واس في العام القادم طبعا هاي الوثائق هي كانت جزء من جهازات الاستماع اللي صارت ما بين الفتي سي ومايكروسوفت بخصوص عملية استحواذهم على شركة اكتيفجن بلزرد اللي كان في حكي في هاي الوثائق انه النسخة المحسنة من السيلس اكس اللي اسمه الحركة هو بروكلين راح يكون بحجمه ضبضب نوعا ما ورح يكون بشكل اسطواني ما رح يكون فيه قارئ للسيديات ورح تكون ساعة التخزين هو اتنين تيرا بايت ورح يكون فيه ستة عشر جيجا من الرام والنسخة المحسنة من السيلس اس اللي اسمها الحركة هو الوود رح يكون فيها عشرة جيجا رام وساعة التخزين رح تكون واحد تيرا والسعر رح يكون للجهازين هو نفس سعر النسخي القديم منهم واللي وضحت الوثائق كمان انهم رح ينزل بفرق زمني بسيط بحيث انه نسخة الالوود وهي نسخة المحسنة من السيلس اس رح تنزل بشهر تمانية من عشين اربعة وعشرين وبروكلين اللي هو النسخة المحسنة من الاكس بوكس سيلس اس رح ينزل بشهر عشرة من نفس العام بس من الملفت للانتباه اذا كان الحكي والمعلومات صحيحة انه نشوف نايكروسوفت بتنزل جهاز اكس بوكس سيلس اس جديد بدون امكانية استعمال السيديز اللي رح يكون نشوف تحول وجهة كامل من شركة اكس بوكس والاستغناء على النسخ الفيزيائي من الالعاب اللي انا اتوقع انه ممكن يكون غير مناسب للعديد من عشين تمانية وعشرين اللي كان مذكور انه رح يكون هذا الجهاز هاجين بشكل انه رح يكون بقلة جهاز بحيث انك انت رح تكون قادر على استعماله في وضع بالاضافة الوضع الثابت انك انت تشبكه في شاشة تلفزيون مثل جهاز الاكس بوكس الحالي وكان في هاي الوثائق برضو معلومات بتوضح لالعاب جديد اللي رح نشوفها تنزل من قبل استوديو باثيزة اللي كان في تواجد لالعاب غير معلن عنها بالاضافة الى نسخ لالعاب قديمة من جيل سري سكستي وجزء جديد من لعبة جوست وير توكيو وجزء ثالث من لعبة وطبعا خلال جلسات الاستماع اللي صارت ما بين الفتي سي وشركة مايكروسوفت اللي كان فيه معلومات بتأكد ان مايكروسوفت كانت عاملة قائمة بقريب المية استوديو وشركة العاب اللي كانت بتدرس احتمالية الاستحواذ على بعضهم بس من خلال هاي الوثائق اللي تم تسريبها شفنا العدد صار مية واحد شركة وستوديو لانه كان مذكور فيها الوثائق ان مايكروسوفت كان عند النية تستحوذ على عملاق الالعاب الياباني نيتندو هاي المعلومات اجت من ايميل مرسل بشهر تمانية من عام عشرين عشرين ما بين فلس بنسر واداريين تانين في شركة مايكروسوفت ووضح فيه فلس بنسر عن حماسه لفكرة الاستحواذ على شركة نيتندو اللي بوجه تنظره رح يكون هذا نجاح الاستحواذ رح يكون ايش يسجل في التاريخ وخصوصا تاريخه المعنية وشايف انها رح يكون صفقة ممتازة لكل من الشركتين وكان في حكي مراسلات ما بين فلس بنسر والكادر الاداري في شركة اكس بوكس عن ضرورية انهم يعبوا النقص الواضح في العاب الاكس بوكس الحصرية انهم يحاولوا نزل الالعاب طرف تالت على الجيم باس وكان في ذكر عن لعبة اساسينس كريد ميراج بالاضافة الى لعبة ستار ووز جيدا سورفايفر طبعا هاي الوثائق كانت معمولة من قبل سنتين او اكثر فمشان هيك اكيد رح يكون في شغلات كتير صار عليها التعديل بص الله اعلم شو من هاي التسريبات والمعلومات لسات وقيد التطبيق بس المهم انا متحمس صورة زيادة خصوصا بموضوع العاب ستوديو باسيزدا اللي بطلب منكم لو سمحت انكم تعملوا حالكم متفاجئة لما تعلم باسيزدا عن واحدة منهم بنوصل الخبر التاني وهو انه سي ام اي وهي هيط مراقبة الاسواق والمنافسة البريطانية من المحتمل ان نتطلع في قرار نهاية واخير في موضوع استحواذ مايكروسوفت على شركة اكتيفجن بليزرد الاسبوع القادم طبعا كنا منتذكر الصدمة العالمية اللي هزت عالم الالعاب لما مايكروسوفت طلعت السنة الماضية وعلنت عن استحواذها على شركة اكتيفجن بليزرد بمبلغ اسطورة وهو 69 مليار دولار واللي هاي الصفقة رح تخليه العاب قوية مثل العاب كولوف ديوتي والعاب ووردوفوركرافت تصير من العاب اكس بوكس الطرف الاول واكيد بشكل موازن لضغامة المبلغ اتحرضت عملية الاستحواذ لأكبر عملية تحقيق وتطقيق من قبل كل الهيئات الرقبية والتجارية على مختلف دول العالم سواء كان من هيئة التجارة الفيدرالية الامريكية الافتيسي او منظمة التجارة الاوروبية او حتى منظمة مراقبة الاسواق ومنافس البريطانية والعديد من الدول الثانية للأسف شفنا عملية الاستحواذ اتعرضت لمطاب قوي لما طلعت السي ام اي في شهر اربعة وقررت انها ترفض اكتمال عملية الاستحواذ في الاراضي البريطانية تخوفا من ان مايكروسوفت رح تهتكر سوق العاب السحاب في بريطانيا بتواجد العاب مغرية مثل كولوف ديوتي على منصة اللعب السحاب الخاص فيهم طبعا رفض السي ام اي تعرض لانتقاد من جهات حكومية بريطانية وحتى مايكروسوفت ناسها قررت انها تستأنف القرار وتحارب ضده فشفنا بالآخر ان السي ام اي قررت انها تعطي فرصة جديدة لمايكروسوفت من ناحية انها تقنع السي ام اي بفائدة عملية الاستحواذ والتخفيف من مخاوف ومن المتعلقة باحتكار العاب السحاب وعشان مايكروسوفت حتى تقنع السي ام اي انه ما عندها اي نية لاحتكار سوق العلعاب السحابي عملت قرار جذري وقاطع وهو انه في حال اتمام صفقة الاستحواذ فانه كل حقوق البث عبر السحاب او الستريمينج لكل العاب اكتيفزين بليزرد احتم باعة للشركة يوبسوفت اللي رح يعطيها كامل الحرية انها تسمح وطعت الترخيص لكامل العاب اكتيفزين بليزرد انه يصير لعبهم عبر السحاب لاي منصة العاب شو ما كانت وعلى مختلف الاجهزة الانصر في اخبار وحكي انه ممكن الاسبوع القادم يشوف هيئة مراقبة الاسواق بمنافسة بريطانية سيما تطلع بقرار موافقة وعطاء الضوء الاخضر لعملية الاستحواذ وطبعا في حال فعلا هذا الاشي صار شفنا موافقة بريطانية اخيرا على عملية الاستحواذ فهذا رح يكون اخر اشي بتحتاجه ماكروسوفت لاكمال اكبر صفقة في تاريخ البشرية رح يكون اكيد الها تداعيات يمتد اثرها لسنوات مش بس على ماكروسوفت بينما على كامل قطاع الفيديو جيمز وبنوصل الخبر التالت اللي شفنا الاسبوع الماضي انه محبي لعبة تايتن فول باعتقدوا ان استوديو ريسبون عمل كشف بشكل غير رسمي عن وجود جزء ثالث لعبة تايتن فول طبعا استوديو ريسبون اللي ممكن اعتبره بدايته في لعبة تايتن فول سواء في جزء الاول او التاني اللي من بعده منزل لعبة البتن رويال ايبكس لجنز اللي هي امتداد من نفس العالم واللور بس طبعا بدون الرجال الاليين اللي الاستوديو ما زال دعم لالها باستمرار بس للأسف شفنا ان اولوياته تغيرت من بعد تنزيله للعبة ستار ووز جيداي بجزء الاول فول ان اوردر والجزء الثاني سورفايفور وتركيزه على عمل جزء ثالث لهاي اللعبة الاكثر من ناجحة وطبعا جزء من الاسباب اللي خلت استوديو ريسبون يقرر ما يكمل في العاب تايتن فول وانه جزء الثاني ما ببع ارقام منيحة تعطي سبب للشركة الام اي اي انها تسمح لستوديو ريسبون انه يسوي جزء ثالث فالشكله ما زال في امل نشوف جزء ثالث من لعبة تايتن فول واللي شفنا هاي الامال الان مبنية على الشفرة والرسالة السرية اللي لقاها واحد من محبين لعبة تايتن فول لما دخل في تفاصيل الباتش والتحديث الجديد اللي صار للعبة اي بيكس ريجنز اللي لقى داخل هاي الملفات رسالة بترويسة عنوان اسمونيسي وموجود فيها ثلاث ارقام اللي ممكن للوهل الاولى يبين انهم عشوائيات بس هاد الزالم يقدر انه يفك الشفرة تاعتهم ويكشف انه هدول الارقام فعليا هم متواريخ نزول العاب تايتن فول 1 وتايتن فول 2 ولعبة اي بيكس ريجنز هذا الشخص اللي اسمه انكوتي شارك الناس الثاني بهذا الاكتشاف اللي كتير من الناس اعتبروا هاي رسالة محطوطة بهدف انه ريسبون تكشف بشكل غير رسمي لانها شغالة على جزء ثالث من لعبة تايتن فول وخصوصا اكثر من مرة انه في مشروع جديد هم يشغالين عليه بس بدون تحديد معلومات الزيادة عنه وكمان السي او لستوديو ريسبون فين زامبيلا حكى اكثر من مرة انه حابب انه يسوي لعبة تايتن فول 3 اللي هو اكد انه رح يكون يعملها في الوقت المناسب والفكرة المناسبة طبعا للاسف هاي الشفرة هي مش تأكيدات رسمية عن وجود تايتن فول 3 اللي من المحتمل هنتكون فقط صدفة بصدفة او انه شفناه فعليا هو مثل الوهم والصراب وخصوصا انه احنا عطشانين للعبة تايتن فول اللي خلى انكوتي وغيره من الناس يشوفوا هاي الارقام ويصدقوا انها هاي رسالة سرية من استوديو ريسبون بشو مكان بظل الامل موجود ورح نظل ندعي انه نشوف فعلا جزء ثالث للعبة تايتن فول كلهم نتأمل انه يكون نركشف عنها عاجلا وليس اجلا وهيك ما تكون وصلنا الى نهاية الاخبار ونهاية الفيديو لهذا اليوم اللي بتمنى ان شاء الله في نهايته ما تنسون في زر اللايك والاشتراك في القناة شاكرا لكم من المشاهدة نشوفكم ان شاء الله فيديو محتوى اخر باتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم